اخفاء عدد المشتركين على قناة اليوتيوب ميزة تم إلغاءها النهاردة فعليا تعالوا نعرف ليه اليوتيوب ألغاها وكمان هنتعرف ليه اخفاء عدد المشتركين كان مهم وميزة فعليا عند القنوات وبالأخص القنوات الصغيرة وإيه اللي المفروض يعملوه بعد إلغاء ميزة اخفاء المشتركين من قنواتهم على اليوتيوب كل التفاصيل ده هنعرفها في فيديو النهاردة فتابع الفيديو للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد في قناة تعلم دوت نت. ودرس جديد من دروس الربح من اليوتيوب. وتحديث جديد يعتبر زعل كتير من اصحاب القنوات على اليوتيوب وبالاخص القنوات الصغيرة وهو الغاء ميزة اخفاء عدد المشتركين. قبل ما نعرف التفاصيل يا ريت لو لسه مشرتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس لان ده يعتبر اكبر دعم لنا وطبعا اللايك والشير علشان غيرك يستفيد. نرجع على موضوعنا النهاردة. ليه اليوتيوب الغى ميزة اخفاء عدد المشتركين. والله اليوتيوب طلع علينا من تقريبا شهر بقى التحديث الجديد وكان عنوانه اخر الاصدارات لمكافحة حالات انتحال الهوية والتعليقات غير المرغوب فيها. وكان ذكر نقطة مهمة جدا قال لم نعد نسمح للقنوات باخفاء عدد المشتركين فيها تمام من اجل المكافحة حالات انتحال الهوية والتعليقات. يعني ايه? وايه علاقة الغاء ميزة اخفاء عدد المشتركين في مكافحة انتحال الهوية? طبعا بعض الاشخاص كانوا بيقوموا بانشاء قنوات لسه جديدة ولكن ينتحلوا اسم وممثل فنان قناة كبيرة براند معين تمام? وبعد كده بيقوم باخفاء عدد المشتركين منها ويبدأ يرفع محتوى عليها. المحتوى ده ممكن يكون مش جيد ملوش علاقة اصلا بالبراند. اه بيخبط مسلا في صاحب البراند نفسه او بيعمل مشاكل. ومن هنا المشاهد لما يدخل على القناة الصغيرة دي مش عارف عدد المشتركين فيها. مش بيبقى قادر يميز بين القناة الاصلية الرئيسية وبين القناة اللي منتحل شخصية البراند او منتحل شخصية الفنان الماء او منتحل شخصية مهمة. فمن هنا انا كمشاهد ببقى مطلوبة هل دي القناة الصحيحة ولا دي القناة الغلط ولا دي القناة الصحية يعني بيبقى تاية. ومن هنا كان قرار اليوتيوب بداية من تسعة وعشرين يوليو سيتم الغاء ميزة اخفاء عدد المشتركين. طيب تعالوا بقى نعرف ليه ميزة اخفاء عدد المشتركين كانت مهمة عند بعض القنوات وبالاخص القنوات الصغيرة. كان من وجهة نظرهم ان انا لسه صغيرة على اليوتيوب او قناتي لسه صغيرة لما ارفع محتوى على القناة اي مشترك او اي مشاهد بيدخل على الفيديو بتاعي بيلاقي عدد المشتركين قليل فبيحكم على المحتوى بدون ما بيشوفه. بقول لك اه لسه ما فيش عدد مشتركين كبير يبقى القناة دي ما عندهاش مصداقية القناة دي بتهبل القناة بتقدم محتوى ضعيف المحتوى مش حلو. وده طبعا بيأثر بالسلبة على القنوات الصغيرة بالرغم من ان ده حكم غلط انا بدعو اي مشترك او اي مشاهد لما يشوف محتوى ما يبصش على عدد المشتركين على القناة والله يبص للمحتوى هل انت استفدت ولا لا استفدت نعمل لايك وشير واشترك في القناة والله ده يعتبر اكبر دعم لصاحب القناة الصغيرة دي لانه بيتعب وبيقدم محتوى ومن هنا اللي بقولك لو في اخر الفيديو حسيت ان انت استفدت معلومة ما تبخلش علينا بلايك وشير واشتراكك في القناة نرجع للموضوعنا دي كانت وجهة نظر اصحاب القناة الصغيرة من اخفاء عدد المشتركين فقالوا احنا نخفي عدد المشتركين على القناة بتاعتنا بحس ان المشاهد لما يدخل يشوف الفيديو بتاعي او المحتوى بتاعي يحكم بس على المحتوى لو عجبوا هيعمل لايك هيشترك لو ما عجبوش اها يخرج لكن ما يبقاش مبرر لي ان يشوف عدد المشتركين عدد قليل فيقولك لا المحتوى مش حلو مش جيد ويبدأ يخرج بدون ما يشوف المحتوى او بدون ما يستفيد من المحتوى اللي بيقدمه طيب ايه بقى نصحتنا او ايه اللي المفروض يعملوه اصحاب القنوات الصغيرة علشان يتخطوا المشكلة دي بعد الغاء ميزة اخفاء عدد المشتركين النصيحة الاولى والاخيرة اللي هي انشاء محتوى لازم تحاول تزود من انشاء المحتوى الجيد ترفع فيديوهات كتيرة على قناتك ولكن هنخصص نوع معين من الفيديوهات وهي الفيديوهات القصيرة طيب ليه انا بنصح دايما اصحاب القناة الصغيرة ان هما ينشقوا فيديوهات قصيرة كتير على قنواتهم على اليوتيوب اول حاجة لان الفيديوهات القصيرة ديت سريعة الانتشار بتنتشر بسرعة جدا بغض النظر طبعا عن الارباح ارباح هتعتبر مفيش ولكن مسريعة في الانتشار جدا كمان بتظهر بصورة تلقائية على اليوتيوب بتبدأ فيديو بيشتغل ورا فيديو فيديو بيشتغل ولا فيديو زي ما احنا شايفين فدي طبعا ميزة كبيرة جدا للفيديوهات القصيرة بتساعد في نمو قناتك وانتشارها وهتزود عدد المشتركين بشكل كبير جدا وتتخطى فكرة اخفاء عدد المشتركين اللي عامل لك ازعاج دايما كمان في ميزة مهمة جدا في الفيديوهات القصيرة ان زر الاشتراك في القناة سهل واضح مجرد ما بتضغط هنا على اشتراك بتشترك على طول وانت موجود في الفيديوهات القصيرة فده طبعا بيزود عدد المشتركين او بيسهل على المشتركين في الاشتراك على قناتك الميزة اللي بعد كده ان اصلا الفيديوهات القصيرة مش ظهر عدد المشتركين فيها يعني افترض القناة دي عدل سامير هنا مفيش اسم القناة اهو ظاهر بدون عدل المشتركين فيها انما هنا في اشتراك انما لو رحت لقناتك على اليوتيوب او الفيديو العادي على اليوتيوب طبعا بيظهر عدل المشاهدات اسم القناة وعدل المشاهدات وكمان عدل المشتركين فيها فطبعا بيبقى فرصة اكبر لك ان المشتركين يشتركوا او المشاهدين يشتركوا في قناتك لان هم برضو مش شايفين عادل المشتركين على الفيديوهات القصيرة بتاعتك او عادل المشتركين في قناتك لما بيشوفوا الفيديوهات القصيرة بتاعتك دي طبعا ميزات مهمة جدا في الفيديوهات القصيرة ومن هنا انا بدعوك ان انت تنشر فيديوهات قصيرة كتير جدا خلال الفترة الجاية بجانب الفيديوهات الاساسية اللي انت بترفعها على قناتك بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وعرفنا بعد اخفاء عادل المشتركين ايه اللي مفروض نعمله ليه اليوتيوب اخفى او الغى ميزة اخفاء عدد المشتركين بتمنى انتو تكونوا استفدتوا ولو معلومة واحدة ولو استفدت زي ما قلنا اعمل لايك وشير واشترك في القناة وبدعوك ان انت تعمل لايك وشير وتشترك في اي قناة انت بتستفيد منها ولو معلومة بسيطة لان ده اقل حق عليك تجاه منشئ المحتوى او تجاه صاحب القناة اللي بيقدم لك المحتوى اللي انت بتستفيد منه بتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته